بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وهذا الباب كما سمعتم يتعلق بالشفاعة والشفاعة بخلاف الوتر فإن الشفاعة هي أن يشفع شيء شيئا ضد الانفراد وهو في الأعداد مثل اثنين وأربعة وستة وثمانية وأما الوتر فهو يختلف عن الشفع كواحد وثلاثة وخمسة وسبعة ونحو ذلك والمراد بالشفاعة التي يتكلم عنها المؤلف هو انضمام ومساعدة لمن يدعو لاستجابة دعائه ولقضاء حاجته يعني أن من دعا وطلب حاجة فيحتاج إلى من يساعده على هذا الطلب ومن يساعده على قضاء حاجته فينضم هذا إلى هذا ينضم جهد هذا إلى جهد هذا أو دعاء هذا إلى دعاء هذا فلهذا سمي الشفيع وهو المتعارف عليه عند الناس الآن بالواسطة يعني تتوسط عند الحاكم بوزيره أو قريبه أو رئيس الدائرة ونحو ذلك فتقول شفع لنا فلان وهذه الشفاعة التي يقدر عليها الناس إذا كانت في أمور طيبة وأعمال خير فهي من أعمال البر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا وهو من باب التعاون على البر والتقوى فإذا انضم جهدك إلى جهد أخيك المسلم في تحقيق شيء يحتاجه وليس فيه معصية فهذا أنت تؤجر عليه ولك فيه أجر فهذا معنى الشفاعة هذه فيما يتعارف عليه بين الناس لكن لماذا أدرج المؤلف الشفاعة في التوحيد ما علاقتها بالتوحيد علاقة الشفاعة التي تكلم عنها المؤلف بالتوحيد لأن الذين يتعلقون بالمعبودات من دون الله عز وجل حجتهم أنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى فبدلا من أن يوحدوا الله عز وجل في العبادة فهم يصرفون شيئا من أنواع العبادة لهؤلاء الشفاعة ظنا منهم أن شفاعتهم مقبولة عند الله عز وجل فهنا صارت سبب لما يضاد التوحيد وهو الشرك ولهذا البراءة من هذه الشفاعة الشركية توحيد فلهذا أدرج المؤلف ما يتعلق بالشفاعة في كتاب التوحيد ليتبين نوع الشفاعة الشركية من نوع الشفاعة المباحة فإنه ما عُبِدت الأصنام والأوثان إلا لطلب شفاعتها فهم يظنون أنها تشفع عند الله وأن شفاعتها لا ترد فلهذا أورد هذه الآيات التي تبين أن الشفاعة لله عز وجل وأن هذه الشفاعة الشركية لا تجوز البتة بل هي من نواقض التوحيد والتقدم للشفيع أو من يظن أنه يشفع له بشيء من أنواع العبادة من الدعاء والاستغاذة والطلب يوقع صاحبه في الشرك فلهذا ذكر الآيات التي تدل على هذا المعنى ليتضح الأمر للناس وإلا فإن المشركين ما كانوا يعبدون أصنامهم ويظنون أنها تخلق بذاتها ولا أنها ترجق بذاتها ولا أنها تدفع الضر بذاتها وإنما كانوا يظنون أن نجاهها وشفاعتها لا ترد عند الله هكذا يظنون من عند أنفسهم وهذا ظنٌ باطلٌ لا يدل عليه دليل وإنما استعملوا فيها القياس الفاسد وهذا القياس الفاسد أنهم يقولون إن الملوك لا يقضون حوائج الناس إلا في الغالب إلا إذا شفع عندهم شفعاء من الوزراء والمقربين لهم ولأن الشفيع له كلمة مسموعة عند المشفوع عنده وبينه وبينه علاقة ومحبة فإنه لا يرد كلامه أما لو جاء شخص مجهول أو شخص هكرة فإنه لا يأبه به هذا في شفاعة الدنيا انظروا كيف دخلوا إلى الموضوع مدخل فاسد فقالوا إذن هؤلاء الصالحون والأنبياء والمرسلون هم مثل الوزراء عند الملوك وهم محبوبون عند الله يعني الأنبياء والرسل محبوبون عند الله ومدام أنهم محبوبون فإن شفاعتهم لا ترد انظروا كيف رتبوا هذا القياس وهذا القياس فاسد من عدة اعتبارات الاعتبار الأول أنه قياس رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية أرحم الراحمين قاسوه على الملوك الذين لا يعلمون الغيب ولا يدرون عن كل شيء وليسوا بكامل الرحمة للخلق فكيف تقيس مخلوق فقير ضعيف عاجز جاهل على رب السموة والأرض فأول اعتبار اعتبار باطل فاسد الاعتبار الثاني من قال لكم أن هؤلاء يشفعون من عند أنفسهم فإنهم لا يشفعون إلا بإذن من الله لا يتجرى أحد أن يشفع عند الله إلا بإذن كما سمعتم في الآيات بخلاف ملوك الدنيا فإن المقرب منهم يقتحم عليهم ويشفع وهو لا يدري عن القضية ولا يعرف القضية ولم يأذن له في الشفاعة وإنما يتقحم عليه ويشفع عنده وهذا أيضا يعني فيه من الخلل ما ترون المسألة الثالثة من قال لكم أن هؤلاء الأموات يسمعون كلامكم ثم من قال لكم أنهم يتوسطون ويدعون للخلق جميعا هذا لا يمكن ألبتا لأنه هو لا يعمل في قبره قد انقطع عمله لنفسه هل أنت أولى أم هو فهو لنفسه لا يعمل فهل يعمل لك أنت ويبدأ يدعو لك الأمر الثاني أن الداعي لما يدعو فإن قلبه يكون فيه رقة للمدعو وفيه تعظيم للمدعو ويعظم المدعو لأنه يقضي حاجته وهذه لا تصرح إلا لله عز وجل فإن القلب لا يستكين إلا لله عز وجل والتعظيم هذا هو عبودية والاستكانة لله عبودية والمحبة لله عبودية وهذه لا يجوز لك أن توجيهها إلى غير الله سبحانه وتعالى وانظروا إلى الذين الآن يشتغلون الأوقات الطويلة في دعاء الأموات يا سيدي فلان يا سيدي فلان لو كان هذا الدعاء موجه إلى الله سبحانه وتعالى فهو عبادة وهو أنفع وأجدى وهذا الميت ماذا يغني عنك فإن هؤلاء لا يغنون شيئاً فالمدخل الذي دخل معه أهل الشرك قديماً وحديثاً هي مداخل باطلة وهو من القياس الفاسد والقياس الفاسد هو الذي يكون في مقابلة النصوص فكل قياس مضاد لنصوص الوحي فهو قياس فاسد الاعتبار لا قيمة له بل أن الرسل حذروا من هذا وبيّنوا أن هذا طريق المشركين وأنه لا يجوز البتة أن تتوجه إلى المخلوقين وتدعوهم وتطلب منهم الشفاعة ولهذا بيّنت الآيات الكريمات كما سمعتم أن الشفاعة لله جميعاً وتأملوا في حال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فإنه يوم يشفع عند رب العالمين يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح عندما يُحشر الناس في صعيدٍ واحد وتدن الشمس من رؤوس الخلائق ويكونون في هولٍ وكربٍ عظيم وينزل منهم العرق على قدر أعمالهم فمنهم من يكون العرق إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يُلجمه العرق الجامًا في هولٍ وكربٍ وكربٍ عظيم لا يمكن أن ينظر رجل إلى إمرأة ولا إمرأة إلى رجل الهول أعظم من ذلك يجعل الولدان شيبة في هذا الهول يريد الناس أن يتشفع لهم أحدٌ عند الله تبارك وتعالى ليقضي بين العباد ويُجري الحساب ليذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار والناس يعرفون الأنبياء ولهذا يذهبون إليهم على حسب قدمهم فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى وكل واحدٍ من الأنبياء يعتذر عن الشفاعة لأنه في هذا اليوم قد غضب الله غضبًا شديدًا لم يغضب قبله مثله فكل واحدٍ من الأنبياء يعتذر عن هذا ويريد أن يقوم غيره من الأنبياء بهذا وكل نبيٍ يذكر ما وقع منه ما يظن أنه خلاف الأولى أو فيه نوعٌ من التقصير أو فيه نوعٌ من الزلل وهم قد غفر الله لهم ذنوبهم وتابوا ورفع الله شانهم لكن من باب الخجل من ربهم كلٌ يذكر ما كان منه من شيءٍ فيعتذر بسببه كلٌ يعتذر بسببه ثم يشيرون بخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولأنه موعود بهذه الشفاعة وهي المقام المحمود وهو قد أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم لأنه لا طريقة لنا بعلم الغيب إلا عن طريقه فهو يعلم أن هذه منزلة أعطاها الله إياها لكنه انظروا هل مباشرةً يقول يا رب شفع في الخلق أم يستاذن ربه في الشفاعة قال فيذهب فيسجد فيسجد لله سبحانه وتعالى ويمكث ساجداً ما شاء الله أن يمكث ويثني على ربه ويتقرب إلى ربه ويعظم ربه حتى يقول الرسول عليه وسلم ويفتح الله علي بمحمد لم أكن أعرفها من قبل من ثنائي على الله عز وجل وهذه مكثه في السجود اختلف العلماء فيها يعني بعضهم قال مكث يوم وبعضهم قال أسبوع والله أعلم بذلك لا أعرف دليل صحيح لكنه يسجد لربه هذا ثابت ويثني على الله بمحامد عظيمة فيأتيها الإذن فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وهذا فيه دلالة واضحة كما ترون أنه لا بد من استذان الله عز وجل في الشفاعة قد يتساءل أحدكم الآن ويقول طيب نحن الآن ندعو للمسلمين ونشفع فيهم لأن من صلى على جنازة فهو يشفع في هذه الجنازة إذا كانت من أهل التوحيد وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء على هذه الجنازة شفاعة فهل أذن الله لنا؟ نعم أذن الله لنا عرفنا ذلك عن طريق الوحي أمرنا بالاستغفار للمسلمين والمؤمنين وأمرنا بالاستغفار للأموات فنحن مأذون لنا فمن أين أذن للذين يتشفعون بالأموات من أين لهم دليل الدليل ضد عملهم ليس معهم دليل إطلاقا ما في دليل على أنهم يتشفعون بالأموات ولا أذن لهم في ذلك وهذا على جميع ألسنة الرسل ولهذا ما رأينا رسولنا صلى الله عليه وسلم يتشفع بإبراهيم خليل الرحمن ولم يتشفع بنوح ولا بموسى ولا بعيسى ولا بغيره ورأينا الصحابة رضو الله عليهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتشفعوا به البتة في حال حياتي كانوا يأتون إليه لأن هذا أمر يستطيعه ويطلبون منه أن يدعو لهم وهذا أمر يستطيعه لكن بعد وفاته ما توجهوا له البتة ولا طلبوا منه البتة حتى تعلمون أن ما يمارسه عباد القبور الذين يذهبون إلى الأضرحة وينذرون لها ويتمسحون عندها ويعكفون عندها ويبكون عندها ونحو ذلك أن هذا كله من أعمال المشركين ليس عليه أثارة من علم البتة وليس هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من خلفاء الراشدين الأربعة ومع هذا ما فعل المسلمون عندهم شيئا من ذلك البتة إطلاقا فهذا يدل على أن ما يسمونه تشفع أو شفاعة وبعضهم يسميه توسل وبعضهم يسميه تقرب إنما هو دين المشركين القدامى الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قد أخذوا هذا الدين من الكفار الذين كانوا في زمن نوح فإن هذه الأصنام من زمن نوح كانت اندثرت ثم دلهم الشيطان عليها ثم عادوها جذعة قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة من زمن عمر بن لحي الخزاعي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته في النار يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام يعني غير التوحيد إلى دعوة غير الله والتعلق بهذه الأصنام ولهذا كان العرب لهم أصنام يلجأون إليها ويذبحون عندها ويذهب إليها المريض وتذهب إليها المرأة العقيم ويبكون عندها ويقدمون له الهدايا والنذور مثل ما يفعل عند الأضرح الآن تماما سواء بسواء كانوا يفعلون ذلك فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن تعلق القلوب بغير الله لا يجوز والتوجه بالعبادة لغير الله لا يجوز وهذه لا تنفع ولا تضر أموات غير أحياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يتوجه إليه فخاصموه في هذا فالخصوم بينهم وإلا هم يعرفون الله أن ربهم ويعرفون الله أن خالقهم ويعرفون أن الله رازقهم الخصومة في هذه الشفاعة الخصومة في هذا التشفع يبين لهم وهذا هو لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله يعني لا يعبد غير الله وهم يعلمون أن هذا التشفع عبادة ولهذا أنكروا ذلك المصيبة التي عند بعض المنتسبين للإسلام في هذه الأزمنة أنه يجمع بين الأمرين يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله وهذه مصيبة لأنك يحتاج إلى جهد مضاعف يحتاج إلى أن تعلمه أولاً أن الذي يمارسه هذا عبادة لأنه قد يسلم معك بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أما المشركون القدامى فما كانوا يسلمون بهذا لأنهم يعرفون معاني الكلام فيقول قولوا لا إله إلا الله فيقولون لا أجعل الآلهة إلهاً واحدة إن هذا لشي عجاب أما المتأخرون فتقول قول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ألف مرة فقول هل تعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله قال نعم طيب ممتاز والذي تفعل هذا أي شوى أنت تذبح لغير الله قال لا هذا ما هو عبادة أجلوا الشوى هذا قال هذا محبة وتوسل وتقرب أرأيتم كيف يغيرون الأشياء بغير مسمياته تقول الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنت تذبح للولي قال وهذا فعل المشركين قال بس المشركين ما يقولون لا إله إلا الله وأنا يقول لا إله إلا الله وصلي هذا الفرق فهو يقر أن عمله عمل المشركين لكنه يتلفظ بلسانه وتغيير المسميات والحقائق لا يغير الأحكام ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بأن الناس يأتي أقوام يشربون الخمرة أو يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف يسمون بغير اسمها فدل على أن التسمية بغير الاسم لا ترفع عنهم الاسم يعني أنظروا إلى أصحاب البنوك الآن عمر أحد منهم يقول وأشترط عليك أربع في المية ربا لا لا يجيك بها خروبا من قولي فأذنوا بحرب من الله ما يقربها يسميها فائدة وهي خسارة في الدنيا والآخر يسميها فائدة ولهذا تسمعون في الأخبار ارتفعت الفائدة خفضت الفائدة الفائدة العجيب أن المسلمين يجارون الكفار في التسمية يجارون الكفار في التسمية الكفار يسمونها فائدة فلهذا ترون البرصات العالمية والبنوك يقولون وقد اتخذنا قرار بخفض الفائدة أو يقولون اتخذنا قرار برفع الفائدة وهذا الفائدة المخفوضة والمرفوعة هو المراد به الربا المراد به الربا فتجد بعض ابناء المسلمين من كثر ما يسمعون صار الأمر عادي بالنسبة لهم صار الأمر بالنسبة لهم عادي فيسمونها فائدة ويكتبون في محرراتهم وأسنادهم بفائدة وقدرها كذا بفائدة فهل هذا يرفع عنهم الإثم؟ هل هذا يغير شيء من الحقائق؟ أما المعازف فهم يسمون فن من الفنون بل ويضيفون عليه كلمة الفنون الجميلة حتى خلاص ولذلك تجد بعض الذين منغمس في هذه الأغاني الخليعة وهم يسألونه يقول وقد وفقني الله عز وجل فسلكت هذا الطريق وأدعو أبنائي إلى سلوكه ونحن ذلك كأنه فعل شيء عظيما لأنه سمي فنن سبحان الله شيء حرمه الله عز وجل صار وأعظم من ذلك أن بعض الناس يقدم هذا النموذج على أنهم يعني نماذج ينبغي أن يحتدى بها وينبغي أن تعظم وينبغي أن يكون لها مكان عظيم وقد تموت مغنية من التي تنشر الأغاني الخليعة فينشرون في كل وسائل العام قد ماتت المغنية الفلانية الفاعلة التاركة ويموت عالم جليل ولا يوبه له ألبت إطلاقها وهذا من الغزو لعقول أبناء المسلمين يستحلون الحرة والحرة هو الفرج الحرام يستحلون الحرة والحرير وقد يكون من ذلك المتعة الذي يفعلها الرافضة فإنها محرمة قطعا يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف يسمونها بغير اسمها والقبوريون يستحلون عبادة غير الله ويسمون بغير اسمها يذبحون لغير الله وينذرون للأولياء ويحطون صندوق للنذور ويقول هذه توسل محبة للأولياء تشفع إلى غير ذلك وهذه عبادة عبادة لله عز وجل لا تصرف لغير الله عز وجل ولهذا إدراك موضوع الشفاعة أمر عظيم ما هي الشفاعة التي نفاها الله عز وجل وما هي الشفاعة التي أثبتها الله فإن الشفاعة التي نفاها الله عز وجل هي الشفاعة الشركية التي جاءت الأدلة وإجماع المسلمين على أنها وإذا قلت إجماع المسلمين أقصد بإجماع أهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى التي قال عنهم الرسول عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي ينيلونهم ثم الذي ينيلونهم ولا أقصد المنتسبين للأضرحة وعباد الأضرحة التي يروجون لها في العالم الإسلامي فهؤلاء لا يعتدوا لا بإجماعهم ولا بخلافهم ما يعرفون مسائل الإجماع بالتوحيد أصلا وإنما تنظر في فعل الصحابة رضوان الله عليهم وفي فعل التابعين وأتباع التابعين هل يقدمون شيئا من أنواع العبادة لغير الله هل يفعلون ما يفعله كثير من الناس الآن في هذا الباب أم ليس كذلك فإذا عرفت أنه لم يحصل منهم ذلك البتة علمت أن هؤلاء على ضلالة وإن كل من يعتذر لهم ويهو شانهم إنما يجر المسلمين إلى الضلالة ويبعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الشفاعة المنفية هي شفاعة المشركين وأما الشفاعة المثبتة فلها ثلاثة شروط انتبهوا لها جيدا الشفاعة التي أقرها الله عز وجل فلها ثلاثة شروط الأولى أنها لا تطلب إلا من من يملكها من الذي يملك الشفاعة قل لله الشفاعة جميعاً أنها لا تطلب إلا من من يملكها الأمر الثاني بعد أن يأذن من يملكها فإنه لا بد أن يرضى عن المشفوع وهذا لا نعرف أنه رضي عن المشفوع إلا بإذنه كيف نعلم أنه رضي عن المشفوع إلا بإذنه الثالث أن يكون المشفوع له من أهل الإخلاص يعني من أهل التوحيد وليس من أهل الشرك فإن أهل الشرك ما تنفعهم شفاعة الشافعين بنص القرآن ولهذا الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين الشفاعة عند الله هي كرامة للشافع هي كرامة للشافع وهي غفران للمشفوع له فإذا أراد الله أن يكرم شافع قال له اشفع في فلان ولهذا المقام المحمود هو كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم من الذي أذن له الله عز وجل كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأن رحمة الله عز وجل ليست متوقفة على شفاعة شافع لا هو من رحمته أذن للشافع من رحمته سبحانه وتعالى أذن للشافع أن يشفع ولهذا كما جاء في حديث الشفاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد على ربه ويثني عليه ويقول أمتي أمتي فيقال له يشفع شفاعات كثيرة منها أنه يدخل أهل الجنة في الجنة لأن الجنة تكون أبوابها مقفلة فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لتفتح أبواب الجنة للمؤمنين ومنها أنه يشفع لأقوام استحقوا النار أن لا يدخلوا النار وهؤلاء الأقوام لماذا اختارهم؟ هل هو الذي يختارهم من نفسه؟ أم إن الله عز وجل هو الذي يوحي إليه بهم أقوام ما قال يشفع لكل أمة محمد أن لا يدخل أحد منهم النار لأنه ثبت أنه يأتي إلى أقوام في النار وقد امتحشوا ويشفع فيهم ومعنى ذلك أن منهم من يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل النار ابتداء وكيف يعرف هؤلاء من أين له بأسمائهم؟ الله عز وجل هو الذي يدلوا عليهم إذن حصل الإذن ولا ما حصل الإذن؟ حصل الإذن ولما دله على ذلك فدل على رضاه أنه رضي عنهم وأنهم من أهل التوحيد فيشفع فيهم أن لا يدخلوا النار البتة الشفاعة الثالثة أن بعضهم قد دخل في النار قد دخل في النار ثم يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج من النار ولهذا هذه الشفاعة ليست واحدة بل هي درجات فيشفع فيه يقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ثم مثقال ذرة ثم من في قلبه هذا الشفاعة الثالثة من النار أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم ورد أنه يخرج من قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله ليس على إطلاقه بدليل أن المنافقين يقولوا لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار وإنما المراد من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض لأن بعض الناس يفهم على إطلاقها يقول كل من قال لا إله إلا الله لا يبقى في النار لا كل من قال لا إله إلا الله قولا معتبرا وإن جاء من الذنوب ما جاء بشرطا لا يأتي بالشرك الذي ينقض لا إله إلا الله لكنه لو جاء بالشرك أو جاء بالنفاق الأكبر فإن هذا لا يدخل في هذه الشفاعة لأن الشفاعة لا يدخل فيها إلا أهل الإخلاص لله وأهل الإخلاص هم الذين لم يتقدموا بالعبادة لغير الله وهذا واضح من هذه الآيات التي سمعتم أن المؤلف جاء بها في قوله عز وجل أنذر به الذين أنذر به يعني بالقرآن أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأما الكفار فهم ما يخافون من هذا الحشر لأنهم لا يؤمنون به أصلا لا يؤمنوا بالبعث أكثرهم لا يؤمن بالبعث الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ليس لهم ولي والولي هو الذي يدافع عنك الولي هو الذي يدافع عنك وهذا نأخذ منه معنى الموالاة لما يقال موالاة المسلمين للكافرين إذا كنت تدافع عن الكافرين فأنت ولي له الولي هو الذي يدافع عنك وينصرك ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا يشفع أحد عند الله عز وجل لعلهم يتقون يعني يكون هذا سبب لتقواهم من الله عز وجل وخوفهم من الله عز وجل فأورد هذه الآية لأنه ليس هذه الشفاعة التي يظنونها تنفعهم من الأولياء والصالحين في ذلك الوقت لا تنفع لأنه يحتاج إذن من الله عز وجل والله لم يأذن بهذه الشفاعة وهناك معنى ثاني في في الآية وما ذكره الزجاج قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع قال موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع والعامل فيه يخافون يعني الذين يخافون الله وما هم معتمدين على شفيع ولا ولي يعني متوجه قلوبهم لله عز وجل ليس لهم التفاتة إلى ولي لأنه ليس هناك من يدافع عن أحد يدفع عن أحد من دون الله عز وجل ولا يلتفتون للشفعاء وإنما يخافون من الحشر وهم متخلين فهذه صفة إيمانية فيهم فهم الذين يستفيدون بالنذارة فهذا قول يعني قاله الزجاج في تفسير هذه الآية قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا قال وقبلها قول الله عز وجل أم يتخذوا من دون الله شفعاء يعني هؤلاء الكفار اتخذوا شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون لا يملكون شيئا ولا يعقلون وهذا يدل على أنهم ليس لهم ملك في الشفاعة إطلاقا لو كانوا يملكون الشفاعة وهو يقول هنا لا يملكون فدل أنهم لا يملكون شيئا من الشفاعة وأنهم لا يعقلون فهذا ينطبق على الأصنام التي كانت أحجار وأشجار ونحو ذلك مع أن هذه الأصنام هي رموز أصلا هم جعلين رموز لصالحين سابقين فلا هم ولا رموزهم والمراد لا يعقلون الدعاء الذي عندهم ولا ارتباط بينهم وبين دعاء الناس ولغات الناس ونحو ذلك لا يعقلونها البتة فالكفار يتوجهون ويتخذون شفاعة لا يملكون الشفاعة ولا يعقلون هذه الأجعية وهذه العبادات التي تقدم لهم قالوا هذا كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون يعني حجتهم أن هؤلاء يشفعون لنا عند الله فهل أخبركم الله بذلك هل تخبرون الله بشيء لا يعلمه الله عز وجل ولهذا أنكر عليهم هذا القول لأنه كذب ما عليه دليل قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله أي تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه تنزه الله عما يشركون تنزه الله أن يكون هؤلاء لهم شفاعة وتنزه الله عن هذا الشرك الذي يعملونه قال قال الشارع عليه رحمة الله فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفي وممتنع وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة يعني يتقربون لهم متألهين لهم اتخذهم قرباناً آلهة هم يتقربون يريدونهم يقربونهم فيتألهون لهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء وقال قل لله الشفاعة جميعاً أي هو مالكها فليس لمن تطلب منه شيء منها وإنما تطلب من من يملكها دون كل من سواه لأن ذلك عبادة وتاليه لا يصلح إلا لله عز وجل ولهذا لا يجوز الإنسان الآن حي يقل لصاحبه انتبه يوم القيامة أبغاك تشفع لي ما في اتفاقيات ما يعني هذا عبث يقول له شوف أنت أنا وإياك أصدقاء وأصحاب إن كنت أنت من يوم القيامة من أهل الجنة فأريدك أن تشفع لي ويسوي معه اتفاقي يظن ينفع من قال لك أنه يؤذن لك أصلاً فهذا من جهل بعض الناس بمثل هذه القضية أن الشفاعة يملك ولهذا لا تطلبها من الله إذا أردت ولا تطلبها تقول الله مشفع فيه فلان وأنت لا تضمن أنه من أهل الجنة يعني لا تجي تقول الله مشفع فيه المفتي ولا اللجنة الدائمة ولا الشيخ الفلاني ما أعجوه زال البت لأنك ما تعلم عن حال هؤلاء وإنما تقول اللهم مشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم شفع فيه الأنبياء ونحو ذلك لأن هؤلاء مقطوع لهم بالجنة ومعروفين فلهذا أنت تطلب لكن ما تطلبها من الأنبياء ما تقول يا إبراهيم شفع لي ويا نونح شفع لي وأنما تقول اللهم شفعوا بي فتطلبوا الشفاعة من من يملكها فإذا رد الله لك الشفاعة فإنه سوف يوحي إليهم في ذلك الوقت أن يشفعوا لفلان لأنهم لا يعلمون الخليقة كل الخليقة حتى يشفعون لمن ولا من حتى يدلون على من يشفعون له قال وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك فاندرج في ذلك ملك الشفاعة فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب من لا يملكها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربون إلى الله زلفا قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فأنكر عليهم الشفاعة بالملك لأن الشفاعة مندرجة في ملك السماوات والأرض وقد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة أنما تقع في الدار الآخر بإذنه كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فبيّن أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ولقي العبد ربه به مخلصا غير شاك في ذلك كما دل على ذلك الحديث الصحيح الحديث الصحيح يأتي في آخر الباب وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم يعني ليس الأنبياء والصالحين فقط بل الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين لا تطلب منهم الشفاعة ابتدان ما تقول يا جبريل اشفعلي يا إسرافيل يا الملكين الذين لا ما تطلب منهم الشفاعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قال ابن كثير فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه وأما قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال ابن القيم في تفسيري على هذه الآية وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا من من فيه خصر من هذه الأربع إما مالك لما يريد عابده منه يعني إما يكون مالك للشفاعة إما أن يكون مالك لما يريده عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك يعني إما أن يكون مالك أو شريك للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده يعني له حظ ويشفى عنده فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك انظروا إلى الأربع قلوا ادعوا الذين جعمتم من دون الله لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض إذن هذا نفي الملك وما لهم فيهما من شرك هذا نفي الشراكة وما له منهم من ظهير هذا نفي المعامنة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هذا نفي الشفاعة لأن هذه الأندات والأصنام غير مأذون في شفاعتها قال وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا والثا فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد وريدهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك إيش يقصد ابن القيم؟ يقصد الكلام اللي ذكرت لكم قبل قليل إنه تغيرت عند المفاهيم عند كثير من الناس وهذا في زمن ابن القيم هذا في القرن السابع الهجري لأن الأضرحة وعبادتها انتشرت من أيام زمن الدولة الباطنية الفاطمية التي تسمى الفاطمية العبيدية ففي القرن السابع كانت هذه الأضرحة موجودة في القرن السابع وما قبله وما بعده كانت هذه الأضرحة والذبح لها والنذر موجودة ولهذا انظروا إلى الذين عبدوا عبدالقادر الجيلاني والذين عبدوا غيره من أصحاب الأضرحة فهم من قديم فيقول إن هذه تغير المفاهيم هو الذي يحول بين الناس وبين فهم القرآن ويظنون أن المراد في القرآن هم المشركون الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقسم بالله إن القرآن يشملهم كما يشمل أولئك لأنه يتحدث عن معبودات مساوية لمعبودات المشركين ولهذا ضرب أنثلة ثم قال ومن أنواعه أي أنواع الشرك طلبوا الحوائج من الموتى طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم وهل عبدالقادر الجيلاني والبدوي أموات واللحية أموات فمعنى ذلك أنك لا تطلب منهم شعيرة ولا درة أطلاقها ولو طلبت منهم فهو مثل دين المشركين الأولي مثل الذي يطلب من اللات والعزة وهوبة ما في فرق لأن هؤلاء أموات وهؤلاء أموات فهذا نفس الشرك ولكن الذين اختلفت عندهم المفاهيم لا يشعرون قال ومن أنواعه طلبوا الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرى فضلا عن من استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده يعني وهو يجهل حال الشافع ويجهل حال المشفوع عنده وهو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه يعني ما قال الله لعباده الصالحين إذا جاءكم من يستغيث بكم ويستنجد بكم فاشفعوا له ما قال ذلك ما في إذن بهذا حتى يقال هو أذن لهم ما قال ذلك أذن للحي أن يدعو للحي أذن للحي أن يدعو للحي وأذن للحي أن يدعو للميت فهذا إذن من الله عز وجل لكن لحي يدعو ميت فهذا ما فيه إذن البتة بل أدل كل ضد ذلك والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه وإنما السبب كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها وهذه حالة كل مشرك فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعادات أهل التوحيد ونسبة أهله إلى تنقص الأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذنمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان وما كان وما أكثر المستجيبين لهم وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله إيش معنى عاد المشركين؟ يعني أبغض المشركين في الله وليس المراد أنه لا بد أن يكون محارب دائما فإنه قد يمر عليه فترات لا يستطيع أن يحارب لكن المراد أن يبغضهم فإن قال لا هؤلاء إخواني في الإنسانية ما أبغضهم فهو أجهل من حمار أهله لأنه لابد لأنه معداء الله فتجعل أعداء الله إخوانك في الإنسانية وتنهى عن بغضهم ومعاداتهم وكرههم فهذا شرط في الإيمان لا ولهذا قال ما نجى من شرك هذا الشرك إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله وتقرب يعني هذا عبادة منك أنت إذا أبغضت المشركين فهذا عبادة منك تتقرب بها إلى الله لأنك عاديت أعداءه كما أنك إذا وليت أوليائه فهذه عبادة منك من أجل العبادات أن تحب الصالحين تحب الصحابة تحب المؤمنين تحب الأتقياء فكما أنك إذا وليتهم أنت في طاعة عظيمة فكذلك إذا أبغضت المشركين فأنت في طاعة عظيمة ولهذا الغرب ينفرون من هذه العبادة ويسمونها الكراهية الدعوة للكراهية ضد الآخر يشترطون عندهم نصوص الآن عندهم قالوا فلان يدعو إلى الكراهية ضد الآخر الآخر يعني الكافر يعني يدعو الناس إلى كراهة الكفر عجيب وهل في أحد يدعو إلى محبة الكفر الإنسان ما يعرف دين الله عز وجل فهم يعتبرون أن الدعوة ولذلك يجرمونها يرونها جريمة أن تدعو إلى كراهية الكفر والمسلمون يرونها طاعة من أعظم الطاعات أن تدعو إلى كراهة الكفار وبغض الكفار ومحبة المؤمنين لكن الناس كثير منهم في غفلة عن دين الله عز وجل ما يعرف معنى دين الله عز وجل وما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله تعالى وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعاً لأمره متطلباً مرضاته إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل لله فهو لله وبالله ومع الله انتهى كلاب بن القيم عليه رحمة الله وذكر الشارح هنا نص نقله عن الشيخ الإسلام بن تيمية فقال على هذه الآية التي تكلم عنها ابن القيم قال نفى الله عن ما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغير ملك أو قصد منه أو يكون عوناً لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتبى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفى القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفى قال الشارح وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام كما قال تعالى ومن أحسن ديناً من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلاً وأورد هنا حديث بي هريرة رضي الله عنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه لحظتم ما قال خالصاً من لسانه قال خالصاً من قلبه لأن اللفظ هو إخلاص أنت لما تقول لا إله إلا الله هذا إخلاص واضح لأنك نفيت العبادة لغير الله لكن هل القلب عرف معنى هذا الكلام وأيقن به واعتمده انظروا إلى البلاغة النبوية من قال خالصاً من قلبه لأنه قد يقول بلسانه لكن ما هو معتمد معناها في قلبه كحال المنافقين ولهذا قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وقال ابن القيم عليه رحمة الله في معنى حديث أبي هريرة تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعة تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله للشافعي أن يشفع ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له ولهذا من المقولات يقول بعضهم لو حسنت ظنك بحجر لنفعك يعني عنده أنك مجرد أن تحسن ظنك وهذا من الجهل العظيم نكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوم بني ترجمة نانسي قنقر